السلام عليكم أصدقائي العزاء عدنا إليكم بفيديو جديد و سيكون كذلك في المستوى الثالث من التعليم الإبتداء في اللغة الفرنسية مرجع ميزا بخونتساج ان فرنسي لاباج سان سواصنة سيس مئة و ستة و سبعون إذن حسب تعليقات بعض المتعلمين والمتعلمات أنكم وصلتوا للصفحة 172 يلي درناها في الفيديو السابق إذن اليوم غادي نشوفوا صفحة 176 يعني غالبا مازال ما وصلتوش لها لهذا من الأحسن أنكم تتفرجوا في الفيديو قبل ما توصلوا لهذه الصفحة ويكون عندكم واحد المعلومات وتكونوا ديجا فاهمين هات الصفحة هذه باش ملي تكونوا في اللاكلاس ويتطرح لكم شي سؤال من عند الأستاذ ديالكم أو للأستاذ ديالكم تكونوا عارفين أو لا تكونوا عارفين ديجا الجواب ديالهم تكونوا عارفين حتى لتاكس على إيش كياتر تكونوا عارفين بعض الكلمات الصعبة الشرح ديالها يعني تكون عندكم دي راية بالنص في المنزل عفوا نشف القسم يجيكم الفهم سهل جدا أو للشرح ديال الأستاذ يكون سهل جدا عنوان النص يعني الرحلة ديالي حديقة الحيوان في الرباط نقرأ النص ومن بعد نشرح الكلمات الصعبة حتى ديالك لي ما كعرف شي قرأ تبع معي باش تعرف الكلمات كل الكلمة شنو كتعني وحاول أنك تعاود من مورايا الأفخاز من اللي نقرأ أنا الأفخاز عاود أنت من مورايا باش للسن ديالك تطلق شوية في اللغة الفرنسية شوية هلكنا الرواح ومع داريكا كنت سجلوليكم الفيديو حسن ساليو هذا المقرر إن شاء الله Alors c'est un immense zoo les paysages sont magnifiques et les animaux sont nombreux j'ai découvert la ferme pédagogique les différentes zones où vivent les animaux les restaurants et l'air de jeu j'ai vu le grand lion de l'atlas يعني shift l'asad l'atlas يعني l'asad l'atlas le renard au belage rou le renard والتعلب le zèbre والحمار الوحشي الحمار اللي كيكون مخطط اللي بيل جيراف يهد زرف لے غزيل سميز هرابينا غزيل لے كرقوديل لے كرقوديل واتيمسه لے زوازو كوري يعني طيور المولوونا كام لے فلمان روز اكتر سيزان يمو فيف لیبغ دان دي زان لیمیتی ادن هاد الحيوانات نطلقين يعني ماشي مربوطين عايشين الحرية ديالهم ولكن فوحد لازان لیمیتی يعني فوحد المكان اللي محدود ممكنش يخرجو مثلا خارج حديقة الحيوان باغ دي غیاج يعني لیمیتی باغ دي غیاج دير اللي هم وحد غیاج ضاير باش مایتجاوزوشویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الزجاج لحقاش الأفاعي ما يمكنش تدور عليهم بالقرياج بالسلك أو مثلا بالخشبل لأنهم من الزواحف تقدر مثلا تسلق لك هذا الزجاج وتخرج هذا الشيء الذي يدرهم في الزجاج الحاجز اللي يمنعهم يكون زجاجي ديران واحد البانو يعلمك الحيوانات الكاينين انفان دو جورني جي تي فاتغي مي كنتان يدن فلافا ديالنهار فأخير ليان جي تي فاتغي كنتو متعب والاكي سايدا كنتان سايد ألو ندوزو نشوفو جي ريوز ديسان يعني أوراجي الاسواذ أجوتلا أو ليلاتر كي مانك أو رتخوغي ديمو دي تاكس إذن سنزيدو واحد الكلمة واحد الحرف وعفوان اللي ناقص باش للقاو الكلمة اللي كينا في المس ألو هنا ما فيك إذن إلي رجعنا هنا يا غادي لقاوها فينا هاي ما نفي إذن شنو ناقص ناقص لالتر ج بلوس ان هنا هاي يعني ناقص دزل هنا ناقص ناقص نقلبوا عليها هنا في النص هاي ناقص ما غالي شي بل لكم بس سيلو هنا غران آن هنا ر اكس نشوفو هنا هاي غو تقلبوا غير على الكلمة بيزاج هاي ي كروكوديل تمساح هاي هاي آمون هاي افعل اكسكورسيون هدا هو العنوان رحلة هنا هاي جوغلو مو كوريسبون عليماش اذا هاد شنا واش آن كروكوديل آن غنار لليو دو الاطلس اذا هاي شوغت يمساح أو لسعلب أو لأسد الاطلس اذا هادا اسد لي الفراز بوي إكري غي أو فو اذا نقرأ هاد الجوم الهدو وقل لنا وش هي صحيحة أو لأخطر يعني يعني يعيشوا في قفص هنا قال لك للا يعني يعني في قفص في حديقة الحيوان كيكون شو القفص الاسد كيكون مطلوق كتشوفوا غادي مطلوق دون لفرم في طرح ël كتر يتكفر أم 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 كيف فقل؟ gehاء خلاص أسفل كترجوح لنسو كترف لنسو كترف لنسو كترم أتعرف لنسو كترم كمان كافش ديرا يعني كيفاش تيراد لزو دو غابا لزو دو غابا اي هاي عنا هنا ستا امانس زو باردان كينا دوز ايام امانس يعني ماني فكش حاجة هاي لا وزيت شنو اخر وفيها اي لزانیمو هاي وانات فيها بزف لزانیمو سان نمبرو كوشیان تکنفننس نمبرو كسیان ساق كمپلت لفراز اوك لیمو کی کنفیان این کم بلوهد لجوم بل کلیمت لیناقسنا لزانیمو بیفت لیبر دان ده هاي لسانيمو فيبلي بردان دي زون صفي ليميته بار البونا ليميته بار دي غريج البتال اللتك يكون عندهم لسي سهلين رغل كي دربوهم على لسي لسي تعودو عليهم في السنوات القادمة دي با أو دي با أو دي بار والا وهناك نسالي ونهايتكم. كنا وصلنا لنهاية الحصة. راكم في الحصة القادمة. ان شاء الله والسلام عليكم.